موسيقى تقريب الإخباري وبعد تقريب الإخباري هنرجع ونبدأ نكمل الطريق بتاعنا مع عالم الجن والسح والشعوزة والعلاج بالكرآن نطلع تقريب الإخباري ونرجع مع بعض تتخذ وعزارة الداخلية الإجراءات والتدابير الأمنية التي تكفل منع التهريب عبر منافذ البلاد الشرعية وإحباط المحاولات التي يقوم بها المهربون في هذا الإطار نجحت الإدارة العامة لشرطة ميناء ديسكندرية البحرية في إحباط محاولة قام بها أحد الأشخاص لإدخال بضائع محزور دخولها للبلاد داخل حاوية عبر ميناء ديسكندرية البحرية مشملها المستندي المشروع أثاس حيث أصفلت عملية تفتيش الحاوية عن ضبط خمسة ملايين عبوة مستحضرات تجميل مختلفة الأنواع ومجهولة المصدر تازن سبعة أطنان وجهازين طبيين لتركيب العدسات اللاسقة وقدر قيمة الرسوم والضرائب والغرامات المستحقة باثني عشر مليون جنيها تتصدى أجهزة وزارة الداخلية وبحسم لتجار وحائز المواد المخدرة في هذا الإطار وبعد تحريات مسبقة نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وبمشاركة من قطاع الأمن العام ومديرات أمن البحيرة في ضبط عاطل لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة ملك الشرطة حوش عيسى وبحوزة مئتان وخمسون تربات لمخدر الحشيش تقدر قيمتها المالية بمليون وسبعمائة وخمسين ألف بنيها كما استطعت الإدارة وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرات أمن مطروح ضبط عاطلين لاتجارهم في المواد المخدرة وبحوزتهما مئة تربة لمخدر الحشيش وسيارتان الضبط تم في كمينين منفصلين أعد لضبطهما أحدهما بمنطقة وادي الرمل والآخر بطريق السلوم وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بمليون ونصف المليون جنيه استمرارا لجهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات في ضبط مخالفات البيئة ومستلزمات الانتاج الزراعي والداجنية نجحت الإدارة في ضبط مصنعين للأعلاف الحيوانية بالجيزة لعدم تطبيقهما للاشتراطات البيئية والصحية اللازمة إضافة إلى عدم التخلص الآمن من المخلفات الخطرة مع عدم وجود رخصة من وزارة الزراعة كما نجحت في ضبط خمسة مصانع ومخزنين للأسمدة والمخاصبات الزراعية بدون ترخيصة بمضبوطات وصلت إلى نحو 224 طن أسمدة ومخاصبات زراعية مجهولة المصدر حوالي 10 مليار جنيه مصري يتم إنفقها من كبل المصريين على أعمال الدجل والشعوزة والعلاج بالقرآن الحلقة اللي فاتت كان معنا تضيفنا الشيخ إبراهيم يوسف الدعاء الإسلامي وراك الشرعي أخبرنا الحمد لله أهلا وسهلا بك السلام وأهلا وسهلا بكل متابعينك في جميع الحلقة جاهز؟ جاهز إن شاء الله السيدة المشاهدين بنستأذنكم إن احنا هنفتح الاتصالات لكن بنستأذنكم إن يتم عرض يعني نعطي لكل الاتصال مدة دقيقة يبقى المشكلة باختصار على أساس إن الشيخ إبراهيم يوسف يقدر نرد عليكم ونفس الوقت نقدر نستوعب أكبر عدد من الاتصالات لكن خلينا الأول قبل ما نبدأ نخوض في عالم الجن ونشوف السحر والشعوزة حياة الجن حياة السحر السفلي نطلع فاصل ونشوف التاريخ اللي بتاعنا ونرجع نكمل مع بعض تاني تمام نشوف التاريخ مع بعض اجمع تمام أنا ممكن أجيب لهم برشام أجيب لهم أنواع من المخدرات أنا اتطلقت بيت اتخرج بسبب الموضوع دو وكل دوات حضرتك مفيش أي حاجة حصلة اللي تلع هو نصه كتف السيدة الكبير الأم في غرفة منفاصرة ثم كتف الضحية الثانية في غرفة منفاصرة استولع المصوغات الزهبية خلص على الاتنين بكتم نفسهم فبات السحر بقول القرآن الكريم قول الله تعالى واتبعوا ما تتر الشياطين على ملك سليمان ترجمة نانسي قنقر موسيقى مع ساعات الليل والناس نيام والشوارع خاوية يتوجه البعض إلى أطراف القاهرة تحديدا إلى مناطق المقابر حاملين معهم أكياسا مغلفة بعناية ليدفنوها بحرص بجوار القبور حيث يرقد الموت موسيقى وفي صباح اليوم التالي يستيقظ السكان للقيام بعمليات تفتيش في محيط القبور ليعثروا على العشرات من التعاويذ المدفونة تعاويذ تحمل طلاصمة وفي طياتها طلبات ورغبات يؤمن أصحابها بأن دفنها بجوار الموتى يجلب لهم ما يريدون فهم يحققون من خلالها أوامر ملوك الجان التي يتم طلبوها عن طريق الصحرة والدجالين كضرورة حتمية من أجل أن تتحقق آمالهم وأحوالهم ورغباتهم كلما عوكادوا النار الحرب أشعلها إبليس شيخ الكفرة مجي رسول الجن رد هلال بن بنال وزلزل الحياة بسحر هاروت ومروت ورسول الجن يأقود توكلوا على عقل وفق وقلب وبصر الروح عيدة بنت لواحز السيدة مونة تقتن في هذه المنطقة منذ عشرات السنين هي وأقاربها اعتادوا على رؤية هذه المشاهد منذ التفولة مشاهد مكررة منذ عقود أحيانا تخوض محاولة الحديث مع من يقومون بهذه الأعمال وتوبخهم عليها مرات أخرى السيدة مونة تؤكد أن أغلب من يقومون بهذه الأفعال هن السيدات أقترهم ستات هم اللي بيعطقتهم في الحاجات دي أكتر فبيقل بص لأبير مو بيقول لك أنا مظلمين ده مش عارف أكوزي مش عارف أكوزي إيه ده سكوزي سيبك سيب يسوا أنا مش عارف نعمل بالخير ده ده اللي بيحصل لكن أما مشي في أخير الشر لازم بيتسك بنحط المياه في ملح وبيتسك قبل كده جات واحدة وعيطتلي وقالتلي أنا عايزة التراب دوت ومش عارف إيه ومعها واحدة سبت تانية لفيت وسبتها ومشيت وقلتلي حاجة ما فيش الكلام ده وقلتك لأ الله السبت برضو مش مقتنع مسكتها برضو وقلتلها راح تعيطت وقالتلي يا ابني أنا عايزة مش عارف عشان كان ساعتها مش عارف عشان جزء إيه والكلام دوت وانتليها حاجة ما تصدقش الكلام دوت ويه مشيت ويه بس أنا عارف إن هي هترجع تاني وحتدور على واحد تاني ويعمل لها نفس الحوار حاولنا اختراق هذا العالم الغامض عنوين وتفاصيل تتراوح ما بين الديني والثقافي والاجتماعي والتاريخي وحتى النفسي تمتزج معا لتشكل الملامح الخفية لهذا المناخ ما بين السحر والدجل والشعوذة تبقى مساحات الاختلاف ضئيلة كل طرف يؤمن بشدة برؤيته وقناعته إيمان يبدو راسخا ورافضا لأي طروحات أخرى شيخ إبراهيم ما يمكن في التقرير قال من أكثر اللي بيقوموا بالأعمال سيدات صحيح بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى ولا سيما عبده المصطفى وآله وأصحابه الذين ناروا الشرفة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله ثم ما بعد فموضوع السحر مختلف فيه منذ قديم الأزل في تلبس الجنية في تلبس الجنية بالبني آدم وفي هل السحر حقيقة أم تخيلات فقط أم هو شعوذة ودرب من ضروب الخيال هذا مختلف فيه ولكن أهل السنة والجماعة كما نقل ذلك الإجماع بن تيمية في الفتاوى الكبرى والقرطبي وابن القيم وآخرين كالصلابي والخطابي رحمه الله أن السحر حقيقة وسماه الله عز وجل عظيم وجاءوا بسحر عظيم وأن منهما يمرض ومنهما يجن عقل الإنسان ومنهما يقتل كل ذلك بقدر الله ومنهما يعطل زواج الإنسان ومنهما يربط الرجل ويعقضه عن زوجته فلا يستطيع وطأها وهذا يعني ربما الاختلاف نتج عن قلة السحرة كما قلت في اللقاء الفائد أن كانت السحرة سواحر نساء وكان قليل جدا يعني ثلاث سواحر في عهد عمر يقتلنا طيب النهاردة لا كثر وطم وعم البلاء لذلك لازم نبين ونقول أن خلاص بقى الاختلاف ضئيل كما حصل في التقرير فعلا الاختلاف مش زي زمان الاختلاف كان زمان اختلاف علمي أن حتى أهل العلم الثقات الثوابت العدول كان يعني اختلافهم ناتج عن أنه مفيش سواحد مفيش سحرة قليل جدا أما النهاردة عشان طم وعم الموضوع فصار خلاص كل اللي مش مقتنع بقى ايه مقتنع وكل اللي مش بيصدق بقى ايه بيصدق لأن خلاص النهاردة يبقى شاب محترم في قوة فتوته ومعقود عن زوجته يطلع بره يبقى في قوة شبابه وفتوته يرجع البيت يبقى معقود عن زوجته كذلك شاب يبقى مية مية من خوشة مشكلة ثم يجن مرة واحدة وهذا لا ننكر الجنون الطبي ولا ننكر المرض النفسي ولا ننكر الصرع النفسي لكن كذلك لا ننكر حقيقة السحر كما قال ابن خدامة في المغني في الفقه المالكي والسحر له حقيقة لا تؤثر بذاتها كما قال بعضهم لأن السحر وأتباع السحر يعتقدون أن السحر مؤثر بذاته يعني لو أراد الله شيئا وأراد السحر شيئا السحر ينتصر هكذا يعتقد بعض الناس لا نحن نؤمن نحن أهل السنة والجماعة نؤمن بأن السحر يؤثر بقدر الله بقدر الله لذلك قال ابن القيم أن من حافظ على الأوراد والأذكار والتحصينات وأكل السحر لا يؤثر فيه ونظرته وراقبته العين لا تؤثر فيه يبقى بالعين والسحر والمسي مش مؤثر فيه لو هو التزم بالأذكار بس اسمع بقى النهاية إلا بقدر الله يعني يعني تبقى أين للأذكار ومصلي وملتزم ومش سايب أي حاجة وما بتقولش حرام وماشي على الصراط المستقيم ويصيبك السحر وإحنا قلنا هو أن النساء صلى الله عليه وسلم سحر وأن موسى بن عمران سحر وأن في أحد تفسيرات العلماء لآية أيوب عليه السلام أنه سحر قال ربي إني مسني الشيطان بنصب وعذاب بعض أهل العلم المفسرين فصروها بأنه ألمس بأنه ضره في بدنه إذن إذا أراد الله شيئاً أن يقول لكم فيكون فكل ذلك بقدر الله لكن حقيقة حقيقة واقعية لا يجهلها إلا جاهل ولا ينكرها إلا بغيط إلا نكرة لا يعرف للعلم شيء النهاردة قلنا في اللقاء الفائت أن الحملات اللي شغالة تطلع من المقابر ده بيطلعوا بالشويلة يعرف يعني إيش ويلة يعني البلد كلها عاملة لبعضها سحر اللي قال لك سلام عليكم وما قلتش عليكم السلام يروح يعمل لك سحر خلاص وهو معتقد أنه هيضر وبيضره فعلاً وبيضره فعلاً وممكن يكون نصب فيه بعض الجزيات النصب يعني ممكن مش أكترهم سحرة ممكن أكترهم يدعاء أنهم سحرة جدع صحيح أصل السحر ده هيستعين بالشطان تمام وهيستعين بالجان هيستعين بالشطان تمام على أساس يعمل السحر الأسود اللي احنا عارفين التاريخ بتاعه تمام أنه هو أجزر أنواع السحر تمام كويس لكن في الوقت اللي احنا في العصر اللي احنا فيه ده تمام النصبين في مجال تمام للإدعاء الشعوازة أو السحر والكلام ده أكتر من السحرة الحقيقة صحيح وده بيندرك تحت حاجة مهمة جداً جداً بما أن في المجال فلامسها بإيه السحرة درجات زي السحر درجات يعني أقوى السحر ما يقتل أنت بتنهي حياته بتقتله وأكثر السحر ما يفرق به بين المرء وزوجي لذلك ذكرت في آية البقرة فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجي فالسحر كذلك درجات السحر درجات في واحد ما يقدرش يعمل ده لازم خلاص بس الجزية دي السحر ممكن معمش حتة دي بس يجد بيقولك أعملها لكن الله عز وجل قضى المسألة في القرآن فقال وَلَا يُفْلِحُ الساحرُ حَيْثُ أَتَى فَلَوْ أَنَّ سَاحِرًا كَتَبَ سِحْرًا وَعَقَدَهُ لِفُلَانَ لا يستطيعوا حلّه لا يستطيعوا حلّه يعني هو لو عمله ما يعرفش يحلّه أنا كنت في حالة في بعض المحافظات خارج القاهرة في الساحر عمل لجوز بنته كم يدام منه في حاجة عمل جابه شيخي يحلل له المشكلة هو معرفش يحلل معنا تصال أستاذ عفتاح من سهج أستاذ محمد من أستاذ محمد من البحيرة تضضل أستاذ محمد تضع على تصال أستاذ عفتار من سهج أستاذ عفتار ألو ماشي نعود تاني طب شيخ برهيم احنا عايزين المس في المس واللبس تمام الفرق بين المس والفرق بين اللبس طيب هو العلماء يعني تكلموا في المس فقالوا يعني ابن منظور في لسان العرب يقول المس هو تعرض الجني بأذى للإنسان من داخل جسده أو من خارجه لده في المس لده في معنى اللب المس يعني معنى أن يمسك الجني أن يتعرض لك بأذى كما قال ابن منظور في لسان العرب بأذى يؤذيك يضربك بالألم يبهدلك يأخذ منك حاجة يسرع منك حاجة بأذى في داخل الجسد أو من خارجه يعني تلبسا حقيقيا بالجسد أو من خارجه خلاص وقال كذلك ابن كثير مثل ما قال ابن منظور قال أن المس نوعان من الجسد وخارجه وكله إذاء من الجني للإنسان ما شاهدين الأستاذ كريم ريم أستاذ ريم أستاذ ريم تفضلي معاك سواليكم عليكم السلام ممكن لك ألم السيخ تفضلي سمعت بقول لك يا سيخ سواليكم عليكم السلام وحمد الله تفضلي يا أختي بقول لها تفضلي أنا والدتي كان عندها يعني عندها سحرة بقى له أكتر من 20 سنة عندها أكتر من إيه من 20 سنة 20 سنة أسفل لفتة كبيرة آه فكان معاك يعني سحرة وكان راس هبتة تهزق يعني وبعدين بطنة كانت محقرة جامد قوي فما رديكش تروح لأي شيخ أو أي حد يقرأ لها يعني احنا سنعنا شوك كثير إن هي تعالج نفسها فأمي أمي يعني فكلهم يقرأنا كل يوم صورة الوقرة الراكة الشرعية فتدى ينزل من رأسها لحد جسمها وبعدين في سجرها وبعدين في بطنها وبعدين نسك في رجلها دلوقتي جامد جدا. اولا احنا بنقرأ ونعمل كلها مش فاهمين وادنها عمره مرتين. فكفرها جامد جدا كل اللي في بطنها. بس احنا مش فاهمين يعني هي فيها ايه. طيب عندها كم سنة يا اختي؟ امي تقريبا عندها سبعين سنة. سبعين سنة. فهي دلوقتي رجلها كعبها جدا جدا. رجلها؟ اه وماسك في رجلها جامد من اول مثلا رجبك لحد تحت. طيب ايش عرفك ان هو اللي ماسك في رجلها؟ يعني هل ظهر تكلم وانتو ترقوها؟ ما بيش حاجة تكلمت بس هو كان جسمها كله زي بقوله حاجتك مراحل. اول حاجة كان في رأسها كان بيتهاس جامد جدا جدا. وبعدين كنا بنقران على مية وشربت مية زمزم. كنا عمدين مجهود جامد. بعد كده نزل من تحت فدراء شوية بقى بطنها كانت محضرة جامد. بعدين نزل من تحت بطنها دلوقتي بقى سرق لها. طيب يعني عشرين سنة بتترقوها بالقرآن وبتشربوها ماء زمزم وماء مقروع عليه. وبتعملوا كل الخطوات اللي الشيء قال لكم عليها. ومع ذلك لم ينطق الجني ولم يظهر في يومي الأيام. صحك؟ لا لا كله حركات في جسمها واستزازات وحاجات. احنا مش فاهمين. احنا بنعمل العلاج اللي تقلنا. لكن احنا مش فاهمين. هي كده بتتقدم بتتقخر. اللي بوا. طيب يوقتي عرطيها عالطب. ايه؟ روحتوا بيها عند دا كترة. اه لا ما فيش حاجة عندها. فيش حاجة عطوية. يعني روحتوا عند دا كترة والتشخصات طلعت اني ما عندوهاش. ما عنداش. حاجة خشونا في الركبة حاجة عشان سنها بس. لا هي كان عندها خشونا في الركبة. بس كانت بتمشي عادي فيش اي حاجة. بس لما شربت المولون دا والحاجة ديت. بقى الألم في رجليها وفي جسمها. بقى الله حاجتك دلاتي ما فيك في رجليها بس. طيب يعني عشرين سنة قراءات وقرآن وزمزم وماما قروع عليه ورقيا شرعية عليها سماعا. وكل دا. ولسه السحن موجود من عشرين سنة. سأجيبك ان شاء الله يا أختي. شكرا. الله يحب لك فاهمنا. لان احنا مش فاهمك ان شاء الله. طيب تبعينا يا أختي وانا فاهمك ان شاء الله. حاضر حاضر. امو محمد. سلام عليكم. فضلي سمعيني امو محمد فضلي. انا قرأ عليك القرآن. فالجن صرخ وتكلم وقال انا لبستها من المراية صح? نا. ماذا مطلعش هو هتكلم. تمام. الحاج هو قرأ عليك القرآن جل انت ملبسها من المراية. فانا ما نقول له اشعر رقص. جل فيه بقعة الزرقة. فيه بقعة الزرقة. اه البععة الزرقة دي اه. فهو لما جرع عليك القرآن وخلص البقعة دي راح. وحتاج بتنميلة في رجلة الشمال. تطلع كده. زي ما يكون لمهلة وراح. طيب ماشي. ايه هو كده كان انت ملبسة من واحد مسيحي او يهودي او يهودي او كده. طيب عرف ازاي بقى ان الجن ده مسيحي او يهودي او كده. يعني عرف ازاي. جل كده. بس انا ما نشعر. تمام يعني يسعينه بالجن يعني. طيب الاعراض ايه بقى سيبك من الكلام الشيخي. الاعراض ايه. انا كان فيه بقعة الزرقة كده في دي. بس كده. يعني انت روحتوله عشان بقعة الزرقة دي. اه هو كان بقعة الزرقة كده في الجسم. وقلت على طوز ذهجانة. وقلت على طوز سماعي الضلال. ومش عايز يتكلم بحد. بمخنوقة. طيب تابعين يا اخت اجيبك ان شاء الله. سايز محمد. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته سايز محمد. افضل. ممكن اكلم من الشيخ ابراهيم? افضل سمعك. الشيخ ابراهيم سمعك. افضل. لو سمعت شيخ ابراهيم. اتفضل يا اخي. انا كنت رحت لشيخ. الواحد ده ما نعرفش انه هو ساحر عموما يعني. اه وبعدين? اه كان عندي مشكلة وكانت زوجتي معايا. اه. فقال لي ان انت كان عندك ساحر وزوجتك كان عندك ان عاشق ويا فعلا كان فيه اعراض بتصهر وانا كنت حتى في الشول كان دايما بتكلمني عن الحاجات اللي هي بتحس بيها. انها في حد جنبها وحاجة زي كده. اه. احنا لما رحنا للشيخ ديات انا ما كنتش عارف انه ساحر. عايز اعرف موقفي اه من الدين في الحاجة زيدي انا. طيب ماشي خلاص. استاذة نادية. ايوة? اتفضلي معاك. بس ممكن اكله من برنامج? اتفضلي يا فندم ما سامعينك اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي يا استاذ. انا رحتي الشيخ. اه. رحتي الشيخ قال لي عنيك ماس. عندك ايه? عني ماس. قال ليك عنيك ماس? ماسي شيطاني اه. ماسي شيطاني. الجن تكلم عليكي? لا. ما نطقش على لسانك يعني. لا بس هو الشيخ كان بيعمل لي كان معي دبوت وكان بيخرم اه في جسمي كله. عشان يعني المس يكلع. طب في حاجة تلعت. يعني في حاجة تكلمت في حد نطق. لا. بس اذا كانت ايديا كانت ايديا كانت تجيلة جاوة وكانت تكيلة جاوة وكانت تعبينة. طيب نجيبك ان شاء الله. ان شاء الله. ومبشرت. علي السلام عليكم. عليكم السلام من مبشرت فضالي. لو سمحت يا شيخ انا اول يوم العيد. اول يوم العيد الكبير. ابني جي من برة. واترمى في الارض. وبعد كده رمض عين وفتح. قال لي انا شفت اه وطواط كاني في المنام. بيقول لي انت المطلوبة مش هنسيبك. ومن ساعة ما شاف المنام دوة. بصيت لي ايه تبني. اه يعرف الحد قبل ما تحصل. اه اه في حد هيجي خطط. التليفون ده هيرين وفي ليل اللي هيتكلم. يعنيها مش مرة خالص. قعد تمانية وعشرين يوم على كده. وبيقول لي انا ملت جاي من السماء. عشان في واحدة كانت هتأذيه. وآآ. وما تقوليش لحد ان انا ملت. عشان لو قلت لاي شيخ هياخدني. فضل تمانية وعشرين يوم ابني وانا سكتة. في الحالة دية. وبعد كده لقيت ابني فاق. وبيقول لي ياما انا للحاجة اللي كانت مياه ديك مش ملت. دي كان حاجة بتقول انا جاي اقعد في جسمك وانت هتشوف اهلك من بعيد. وبقالي ثمانية وعشرين يوم. بقيت وبنادي عليكي. وانا شايف جسمي بيمشي. طب ايه اللي حصل? انا نجعان جدا. انا مكالتش ولا شرت. جبت له اكل كانوا سخط. وشرب رسلين مياه. وروحت بعد كده لشيخ. قال لي ده كان عند القبيلة. عند القبيلة من الجن. وانا قبل الموضوع ده ما يحصل يا الشيخ خالص اول يمسك انت في البيت. لقيت مياه وبعدها بعشرين يوم لقيت قفل وفيه صورة الولاد دول. اللي هم ولادي. بدأت بقى معي اللعب بقت تمشي في البيت. معلو? ايه معاك فضالي كمية مبشر. بدأت بدأت اللعب تمشي في البيت. اه لقيت ساعة اتنين بالليل اللعب بتمشي. اه لقيت القرآن بيوطة وفيه حاجات بتقولوا انت مش هتسيبوا البيت. انت رسي قاعدين فيه. ارجوك تديني رقمك عشان احكي لك فيه حاجات كتير جدا حصلت معي في الايام دي. من اول يوم العيد لحد الان. طيب حضريك سيبي رقمك في كنترول واحنا هو الشيخ هيتقصد بيك يا فنان. اه ناخد رجب اه اخر اتصال من القصر وبعد كده نبدأ نكمل. سلام عليكم يا فندم. عليكم استراحة وبركاته. تفضل. تحياتي ليكم يا فندم وتعادف بريج الاداد المقترم يا فندم. تحياتنا ليك وتحيات تاني الاهل للقصر. الله يبارك ليك يا فندم. الله يديك صح يا جرام. اه بالنسبة يا فندم يعني في الام الاخيرة دي. ايش عوزة كده زالت جوه جوه احنا بيدحك علينا طبعا. ايه? ايش عوزة بيدحك علينا. ايه? ايش عوزة بيدحك علينا. انا كنت نمسي عايز يعرف يعني بعد لما يكون ملموس. او ملموس مثلا. او السحر او الجن. فبيدحك علينا كل ما تروح لوح السيخ لو لوح التعبان. يقول له انت عندك سحر وااخد مطارين بطنه من الفلوس. وهات يجيب بخور ايه? وبيدحك علينا كتير جوه جوه الله. طب انت يا حج رجب بتسمح لحاجة زي كده ليه? انت فاهمة هو بتتكلم بعلم وعندك عقل ومشاء الله. بتسمح بكده ليه يعني? المريض المريض بيتعلق في قشايا. لا ما بيتعلاش في قشايا المريض. هذا من اخطاء العقيدة عندنا. المريض يتعلقوا في في الله عز وجل. احنا مش بناختقد ابدا. ما بناختقدش غير في الصالة بس. وربنا. ماشا. لكن المريض يعني هنا اهله بيوجد يرمحوا عليها. يعني انا واخت سنتين ما كنتي بطلع من البيت سيادك. فكان اهلي بيرمحوا بيا ما بخلوش حتة عليها. وفي الاخر طلوع كل كل كلام كده ما فيش كل طلوع كده. ماشا حاجة رجب. الشيخ اه الشيخ ابراهيم هيوضح عمليات الماس واللبس حال. اه قبل ما نبدأ نكمل حوارنا يمكن في احد احد المتصالات قالت ان اه مسيحي ومسلم والمسيحي. اه. اه. نشوف التقارير ده مع بعض. ماشا. بعد التقارير نكمل. ماشا. ونشوف. ان شاء الله. هل هل عليك بالكوروان بس المسلمين. تمام. ولا المسلمين المسيحيين. شو التعليق كده بعد ازمانكم. يردد الانبى مكاري ادعية وصلوات لاخراج الجن من داخل اجساد المتواجدين في الخارج. الكاميرا رصدت ردات فعلهم. حالات هسترية وهياج. وبعد اتهاء الادعية يعود الهدوء ويفيقول ليرهوا لنا ما تعرضوا له من الام. ما بنامشي من اجراء عدية كترة وما بنامشي. كنت دايما باخنوا نفسي ودايما بقدرش اشيلها. ودايما احس ان انا عايز اخنوا نفسي وموت نفسي. بحيالي حاجات ثلاث حريم في قلب الشقة. والحاجات دي ما بتسيبهنش للليل. كان باجلي كان اكيرا وصداع وربلايا مرة احدا ما كنت بامشي قد بتاع. في ظل هذا المناخ ومع انتشار هذه القناعات ينشط الدجالون والمحتالون الذين يروجون بانهم ينجحون في اخراج الجن وفك المربوطين وجلب الاحباء. اه زي ما حضرتك شوفت كده. ده تقرير من احد الكنيس. اه العلاق بالقرآن للمسلم. هل العلاق بالقرآن للمسيحي ولا المسيحي لي علاق تاني غير العلاق بالقرآن. طيب الحمد لله والصلاة والسلام والصلاة والسلام. طبعا الكلام ده ممكن يزعل بعض الناس. لان كثير من الناس كثير جدا لا يعرف هذه المعلومات. الشرعية العلمية البحتة. الناس معتقدين ان الرقية شرعية فقط. يعني يعتقدوا ان الرقية بالقرآن فقط. لا هو الحلال فيها قرآن. الحلال فيها الرقية الشرعية. لكن الرقية ثلاثة اقسام. الرقية الشرعية والرقية الشركية والرقية البدعية. الثلاثة يخرجون الجن. خلاص. لذلك الاسع النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الرقية الشركية يعني قال في صحيح مسلم لا بأس بالرقية في ما لم تكن شركا وهل النبي صلى الله عليه وسلم الذي كلامه بليغا يعد على الأصابع هيقول شيء ينهي عن شيء مفوش مصلحة للناس لا هو زي بالضبط مسألة الربا ومسألة البيع طب من الربا بيكتر الفلوس خلاص لكن حرام والبيع هو المجال المفتوح الزنا ما بيستمتعش الزني بيستمتع لكن الزواج هو الباب المفتوح كذلك في المسألة اللي هي شبه المسألة دي في الاستشفاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أميز أدويتكم ثلاثة شربة عسل وشرطة محجمة وكية بنار وأنا أنهاكم عن الكي بالنار هل أحد من العقلاء يقول أن الكي بالنار لا ينفع؟ لا ينفع والنهاردة في مراكز للكي بالنار وفي أطباء متخصصين في الكي بالنار وفي ندب تسافر عشان تعمل ايه؟ مسألة وعملية الكي بالنار لكن بتنفع لكن نهى الشرع الحنيف عنها أنت فتح لك بابان وأغلق لك للابتلاء فتمنع هذا فطبعاً الرخي ثلاثة أقسام شرعية وشركية وبدعية الثلاثة يخرجون الجن والثلاثة يعالجون المرضى وإلا اللي بيرحوا للكنائس بيخرج الجن لكن ما نهي عنه؟ هذا كبير من الكبائر أن تذهب إلى ده المسلم لكن دول المسيح راح الكنيسة وفي نصارى بيقولنا أنا بفضل علجت نصارى وعالجت ابنة عندها أربع سنوات والجن كان يهودي يقول يا أخي عن تعجيب هي على غير ديانتك فكيف تعالجها فتلوت قول الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمانا ده نبلغه المأمان كمان وخرجته بفضل الله فهذه تسمى الرقية الشركية خلاص نحن منهيين أن نذهب إليهم عندنا رقية شرعية محترمة بفضل عز وجل لا يقف لا تقف حالة مستعصية ولا قوية ولا شديدة في المجال روح لرقي محترم أو علج نفسك في البيت بنفسك بكتاب الله وسنة رصيله وبالدعاء المستحب عند الله عز وجل يخرج الجني وينتهي الأمر وهنرد على الفضلة قبل قبل ما نرد عليهم عايزين في دقيقة أكيد عشان نلحق الوقت يبقى لهم هما بقى نرد عليه هل العالم بتاعنا حاليا مخترق من الجاني مخترق؟ مخترق فيه اختراق تمام يعني إحنا عايشين في وسط الجاني تمام هل الوضع الطبيعي دلوقتي زي الوضع يامل وصول على السلام يامل الصحابة سؤال جميل أو هل قلة الإيمان بتاعتنا تمام أو قسرة الزنوب بتاعتنا بدأت تضعف المجتمع بتاعنا بدأت العالم بتاع الجاني بأقوى مننا بدأت السحر ليه شغل معنا أكتر تمام كلام جميل جدا وصول جميل وسئله الإمام بن عثيمين رحمه الله سئل في هذه المسألة من عشرين سنة أو حاجة كده فقال نعم الآن كثر فينا الجن وتلاعب الشياطين بنا لماذا؟ لقلة الأذكار والتحصينات والعبادات والطاعات أنت عندك في أيام الصحابة كان يعني الدرهم الحرام لا يدخل جيوبهم الصحابة كانت النظرة لا ينظرونها في الحرام الصحابة دفعوا الغالي والنفيس لأجل إعلاء كلمة الله الصحابة يعني توقيرهم للنساء سلم توقير عجيب ما هناك أمة من الأمم وقرت نبيها ولا قائدها ولا ملكا من ملوكها كمثل ما وقر الصحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام فزمن الصحابة لا يجوز أن تقصه على زماننا لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقوله في الحديث الصحيح خير الناس قومي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فكان قليل جداً أيام الصحابة كان حادثة اثنين ثلاثة عشرة النهاردة الحوادث بالمئات بل بعشرات المئات إلا أن تكون بالألوف لبعد الناس عن الصلوات والزكوات والطاعات واقترافهم المعصية وحداً النهاردة بيبقى مريض مسحور وعنده أذى معطل في كل حياته ونقوله برنامج العلاج بتاعك أن أنت تقول أذكار الصباح والمساء من ضمن البرنامج يقولك طب أنا افرد نسيته هذا أصلاً يفعله المؤمن أو المسلم شيء بديه شيء بديه الله ينور عليك أنا بس تعجب لما أكتب علاج أصلاً هو للمسلمين كلهم مش المأزي فيهم ولا المريض ولا المصحور ولا المصاب لا ده لكل المسلمين فأنت كمان المصاب لما تقوله خذ يقولك تئل علي تقوله تقرأ البقرة كل ثلاثة أيام كما وأصف ذلك رسول الله يقول لا صلى الله عليه وسلم يقول لا صعب علي أن عندي أشغالي وعندك خلاص مش تتعالك هي العلاج كده أن تثبت على لا إله إلا الله بمقتضاها أن تكون عبداً لله زي ما قلنا في اللقاء السابق لأن عبادي ليس لك عليهم سلطان فحقق العبودية تفز بالعلاج والشفاء إن شاء الله فالآن كسر الجن كسر الجن جداً وكل من يحكي عن الجن في بيتي أو صدقوا الجن منتشر ويتلاعب بنا يتلاعب بنا لأنه خلق مثلنا تماماً فيه الظالم وفيه الصالح وفيه الطاغي وفيه الطائع وفيه المسلم وفيه الكافر إيه ما أكلهم يا شيخ إبراهيم الجن حقيقة كما ذكر الله عز وجل وخلقوا للعبادة كما خلقنا الله عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتب للثقلين والثقلين الإنس والجن قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين خلاص الجن لهم أشكال معروفة عندنا في الشرعة نحن لا نراهم لكن وصف لنا أشكالهم فإذ وصف لنا أشكالهم فكأننا رأيناهم وده كلام برضو غريب عن الناس يعني لو قلت لك دلوقتي امسك وراء أو ألم معايا وارسم اللي هقولك عليه هو ده هي دي صورة الجن الحقيقي زي ما قيل وصفه سبحان الله هل أتقول إزاي ده ربي يقول إنه يراكم هم وقبيلهم من حيث لا ترونهم الشيطان وقبيلت كلها يراكم من حيث لا ترونهم فمن اللي وصفهم القرآن والسنة خذ عندك مثلا مثلا يعني الله عز وجل يقول وَلَقَدْ زَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ بدأ بالجنة هو وَلَقَدْ زَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبِ يبقى لهم إيه؟ الله ينور عليك ده أنا هرسم لي ده أنت أقول لك لو طلحت ولا وألم هترسم شخص حقيقي والله سبحان الله لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون خلاص طيب النبي صلى الله عليه وسلم كذلك الطائفة التي ذهبتني لله صلى الله عليه وسلم قل أحيي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قالوا بإيه؟ لأفواههم وألسنتهم يبقى لهم فهم الله ينور عليهم أفتت تبعونه وذريته من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا الزرية بتأتي منين؟ من الأعضاء التنسلية يبقى لهم إيه؟ أعضاء التنسلية طيب الجن يأكل ويشرب يأكلون ويشربون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود أنه ذهب بليل وغاب حتى الصباح فباتوا بشر ليلة ثم أتى من ناحية غار حراء فقالوا له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بيتنا بشر ليلة بات بها قوم في العالمين فما الذي حدث؟ فقال أتى إلي داعي الجن فأخذني فسألوني عن القرآن فقرأت عليهم ثم سألوني عن طعامهم وشرابهم فقلت لهم ده الشاهد بقى يبقى بيأكله يبقى لهم بط بتنزل فيها لإيه؟ شوف أنت لو ترسم دولة حالة هترسم إيه؟ شكل حقيقي طيب قال فقلت لهم لكم كل عظم ذكر عليها اسم الله أن تكون وفرا كأول ما كانت إن تتميل تاني لحمة زي اللي خدها المسلم هو بيأكلها خلاص ولكم ولدوابكم كل روسة من دوابنا من الإنس يعني يبقى لذلك الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر نهى عن الاستنجاء بالعظم والروس فلما سئل قال إنه طعام إخوانكم من الجن يبقى لهم طعامه ويأكلون بقايا طعام بني آدم قال إنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح إذا سقطت لقمة من أحدكم على الأرض فليأخذها فلينفذها ثم لا يأكلها ولا يدعها للشيطان أن يأكلها يبقى بيأخذوا بقايا بني آدم يبقى كده رسمنا الشكل والواجه والرأس ورسمنا الرأبة اللي هينزل فيها الطعام والشراب والكلام والبطن اللي فيها كده والعضاء التناسلية والقدم والذرع إيه دليل على ذلك كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله يبقى إذا ليه الله ينور عليك يبقى جسم لكننا لم نراهم ولا يراهم أحد كما قال الشافعي كما قال الشافعي في المناقب قال من قال أو ادعى أنه رأى الجن ترد شهادته إلا إذا كان نبيا خلاص لكن إذا رأى المسحور الجن يراه على شكل تشكل به وصور به طيب أما ليه قضية إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم أي أنا وصفت لك الشيء دون أن تراه بمعنى أنا عملي ما شفت الطيارة خلاص هذا افتراض أنا عملي ما شفت الطيارة لكن أستاذ حسام شافها وسافر كتير والكلام ده وأنا عايش في بادية أو في ريف أو كذا فجاي قال لي ده الطيارة شكلها إيه ده ليها جناح وليها راس وليها كذا وكم كرسي وكذا فوصف ليه الطائرة فلم يجي واحد يسألني هو وصف الطائرة هاي هقول له ما معرفش لا هتوصفها الوصف هو قبيله من حيث لا ترونهم طب إحنا هم مطلعين على أحوالنا تمام يعني مثلا على سبيل المثال مثلا أن فيه الراجل بعزوجته اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان هل ده معنى أنه هو كده الرسول عليه الصلاة والسلام بقول لنا اعمل ساتر ما بينك ما بينك إنت وزوجتك ومبان الجن اللي موجود في غرفة النوء أو موجود في بيتك لا ده مش كده وبس ده الموضوع طرح أكبر من هذا إزاي يعني يا ليت كان الجن ينظر فقط لا ده بيستخدم الحجل اللي بتستخدمها يعني إذ لم تذكر اسم الله على الطعام شاركك فيه لحديث قول النساء صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم بيته فليقول باسم الله فلا يعقوبه شيطان يقول الشيطان لا مبيت لنا اليوم وإذا أكل فليقول باسم الله فيقول الشيطان لا مبيت لنا ولا عشاء خلاص وفي رواية أخرى وإذا جامع زوجته فليسمي الله فإن الشيطان يجامع معه زوجته إذ لم يذكر اسم الله خلاص وقال الله سلم إن ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم أن يقول بسم الله أي حاجة تقول بسم الله تخلح سيابة سيابة بسم الله فالله عز وجل يضع ستراً وحجاباً على عين فلا يرونهم لكن اللي ما يقول شي بسم الله ولا بيذكر الله وداخل طالع زي معنش أعزك الله زي البهيمة أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون لأن الغفلة من الأدوات الأربعة والأسباب الأربعة لدخول الجنية طب ده لما أقول أدعية عشان أعمل ستر ما بيني وما بيني الجن وعشان ما يشاركنيش في كل شيء أنا بعمله ما يشاركنيش فيه طب القرين القرين دي مسألة أخرى يعني تلاعب بها بعض الجهلة وبعض الدجاجلة وقرين ده شيء يعني أنا حسام كل يعني معظم الحالات اللي بتجيني يقول لك رحت عند الشيخ فلان وقال لي بالضبط كده قال لي مس قرين يا أخي والله أتعجب سبحان الله الله عز وجل يقول قال وقال قرينه ربنا ما أطغيته هذا ذليل وقرار من الله عز وجل ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصم للي القرين ما بإزكشي مساء صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة يعني كيد الشيطان القرين القرين هو شيطان والشيطان لا يملك لبني آدم إلا الوسوسة ما ينفحش يعمل حاجة إلا أنه يوسوس لك فقط لكن يمسك يأتي لك لا هذا فرق بين الشيطان والجني قلنا أن الشيطان ذرية من ذريات الجن أو طائفة من طائف الجن خلاص إن إبليس كان من الجن يبقى من للطبعيد من الجن ففسق عن أمل ربه خلاص يبقى كان من طائف الجن وهو من طائف الجن لكن الجن الآخر فيهم المسلم طبما المتلبس بالجسد ويكون مسلما لما تسألوا مثلا دي أنتك نصراني يهودي مجوسي ملحد بوزي يقول مسلم صدق أو كذا بالمؤمن فيه مسلمين وأن منا المسلمون ومنا قصصونا فمن أسلام فولاك تحرى وراشضا يعني ده معنا أن القارين ما بي يتلبس حد لا يستطيع بص أنا هقول لك بصراحة خلينا بس الحتة دي هي حتة بهم جدا يعني مثلا ييجي يقولك ده عنده لبس ده القارين بتاعه اللي لبسه طب القارين بتاعه طب القارين بتاعه يلبسه هو أسلا موجود عنده هو وصsoldه أسلا هو هي أقترن بيه إسهل كان هو أسمه القارين يعني معناvoor كان هو مقترن بيه صحيح ويدي حاجة هل القارين بتاع lí ممكن يلبسك أنت أو يمسك تمام قال الله عز وجل ومن يعش عن ذكر الرحمن يقيد له شيطانا فهو له قرين كل بني آدم عندهم قرين قالوا يا رسول الله في الحديث الصحيح حتى أنت قال حتى أنا حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء عندهم قرين لازم كده ده دلاء ده دنيا اختبار وامتحان قالوا ولا أنت يا رسول الله قال حتى أنا إلا أن الله عز وجل قد أعانني عليه فأسلم إلا كل واحد مع قرين القرين ده موكل بس كده نازل يغوي بني آدم ليدخله معه النار فقط موتوعد بذلك وقالوا لا أقعدن لهم صراطك المستقيم يعني لا أقعدن لهم على الصراط لا ده أنا أقعد أنا الصراط مش على صراطك لا ده أقله صراطك المستقيم لا أقعدن لهم صراطك كأنه هو الصراط مش أتعدي بس كل واحد معه قرين لكن والله هذا ضعف من بعض الجهلة ما يعرفش يعالج الحالة يقول لك لسه أتعب وشخص وقرأ قرآن وزوري وجاع عني وصوتي مش عارفة لا يا عم كل ما يقوله حالة وده حقيقه والله وبيقولي بيحكولي بالإسم يقولي فلان فلان أقول سبحان الله أسأل الله أن يغفر لهم وأن يسامحهم يقولي القرين لا القرين الحمد لله كما قلت بسهل الله الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة الجن المعتدي جن آخر خارج الجسد أو داخل الجسد طيب القرين وضحنا الصورة بتاعت القرين على أن القرين ما بيتلبسه هو أصلا موجود قرين في الإنسان صحيح قرين بتاعي مش ممكن يخرج من عندي عشان لأنه هو قرين هو ربنا جايبه لي أنا قريني بيوسوسك صحيح إن الشيطان يقعد أو يفرش عرشه على الماء أو يعرض عرشه على الماء كل صباح ثم يرسل سراياه تترى لبني آدم مش قلنا كده السرايا دول مش القرين ده القسم الثاني من الشياطين اللهم الوسوسة بقى والإحساد والإحساد والتفريقة وكلام ده ثم يأتونه في آخر النهار إلى آخر الحديث خلاص في رمضان يسلسل الشياطين صح الحديث صحيح إذا أتى رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفضت الشياطين أجمع علماؤنا على أنها مرضة الجن شوف بقى اللي بيقرأ ويتعلم مش الشياطين كلها مرضة الجن الكبار العواجيز اللي هم القادة يعني من ربط لهم القادة وإلا طب ما في نهار رمضان المعاصي والزنى وشرب الخمر واللي بيفطر واللي بيعاكس واللي بيوه دي من النفس لا 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 مش من النفس هذا كلام علمي أن الذي يسلسل في رمضان هو المارد ليس كل الشياطين وإلا أقول لك حاجة يعني معنا كلا أن في رمضان مش كل الشياطين لا المرض فقط وارجعوا للكتب والعلم ستجدون هذا الكلام حق وواضح كالشمس في رابعة النهار الذي يصفض في رمضان هو مارد الجن فقط أما الشياطين منتشرة الله عز وجل أنظرهم إلى يوم القيام أنظرهم لكن هي كنفحة من نفحة الله عز وجل في رمضان أن يقيد يعني عارف لو إيه بتقييد حركاته بياخد قبار القوم بتاعه لا يعني إيه بنخفف عليك الوطأ شوية بنخفف عنك الامتحانات يعني عارف لو ما يخش الدكتور كاتب لك خمس أسئلة ويجي في عز الامتحان يقول لك أنا حزفت السؤال السؤال التالي ده احزفوه فأنت تحس إن انت ارتحت بس فيها أسئلة تانية أربعة كذلك الله عز وجل حزف عنك جانب في رمضان اللي هو جانب المارد لكن في العفاريت وفي الشياطين وفيه 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 لو الوسواسة والقرين لكن القرين لا هذا منظور إلى أن تموت يعني معنا كده الفكرة اللي كانت موجودة عند الناس من قبل كده من سنين طويلة صحيح إن يجي في رمضان يقول لك يقول لك يا عم تعالى احنا هدخل يا عم تعالى ما تخافش ده احنا في رمضان بس في الشياطين تعالى ادخل لا طبعا يعني هو ممكن يدخل جوه ويلاقي الشيطان بقى عجل صحيح يعني كانت الفكرة لا لا طبعا هذا منظور الشيطان منظور إلى يوم القيامة طب هلأ هنقدر في الوقت البردمج اللي فاضل لنقدر نرد على أستاذ أريم إن شاء الله بتقول والدتي عندها أستاذ أريم بتقول والدتي عندها سحر عشرين سنة بطمها بتكركب وتشرب مية بقالها عشرين سنة شوف يا سبحان الله هذا برضو بنبين للناس يعني بقالها عشرين سنة بتشرب مية زمزم زمزم الذي قال فيها شفعي النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له وقال الشفعي شربنا زمزمة للعلم فتعلمنا وشربناها لشفاء فشفينا الشفعي كان عنده نزيف كان عنده نزيف خطر جدا وبزمزم شفاه الله عز وجل وهذا سبب من الأسباب فتقولك عشرين سنة شرب مية زمزم وقراءة قرآن وكذا وكذا ولم ينطق الجني خالص في ليل أو نهار ثم لم تعافى السحر يا أختي ما يعودش عشرين سنة وأنا بقولها في كل مكان بطلع فيه بقول السحر ما بيعودش عشرين سنة ما بيعودش خمسين سنة ده من الأول أصلا التشخيص غلط عارف زي إيه بالضبط هي ما عنده شرح عمال يدها دواء مش بتاحها كواحد عنده مثلا مغص في بطنه عمال ياخد دواء إيه صداء هيخفن بطنه لا لازم ياخد دواء تشخيصه الصحيح لمرضه الصحيح فيأختي أنا أظن والله أعلى وأعلم أنه أنتوا أخطأتوا لأنه أنتوا موديتوهاش لحد قوي أو شخصوا تشخيص صحيح سليم فهي أظن أنه ليس بها سحر لأن السحر لا يظل عشرين سنة والكلام الفاضي ده سحر ضعيف جدا بأمر الله عز وجل أم محمد أم محمد بارك الله فيها تقول شيخ قرأ عليها القرآن وقال لها أنت ملبوسة من الملاية خلاص قلت لها تكلم الجنيع قالت لا قلت لها هل تشعرينها بأعراض قالت يعني من دايئة مخنوة الكلام ده كلنا مخنوين أستاذة ومحمد وكلنا من دايئة وكلنا بنتعصب وكلنا بنخش في توطرات نفسية لكن هذا الشيخ كيف حكم بأشياء لا دليل عليها وأنا بقول كده في مركزي دايما في المكان عندي أقول لي يا أخوانا لما أقول لكم أنت عندك وانت معندكش أصنع بعد الساعة بدخر رقيا جماعية إذا كثرت الحال بدخر رقيا جماعية فأقول له ده عندك وانت معندكش وكذا كذا فيمشو أقول لي لا تعالى ما تتعوضوش على كده تقول لي إيه دليلك يا شيخنا وإلا بقى أي حد يجي أن الشرع يشتغل هذا الكلام ويقعد ويعرف يشخص ويتكلم في العلم ويتكلم في المسائل ويحل ويعالج وكذا صح لا تقول لي إيه دليلك يا حسام إيه دليلك يا شيخ إبراهيم أن أنت بتقول فيه كذا فأقول لك الدليل كذا 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 هو إزاي يعرف أنه هو مسيحي وإزاي يعرف أنه هو لبس من المراية وعرف مش عارف ايه كلام فاضي كله وأظن يا أختي ما عنديكش أي شيء إن شاء الله هو مبشر أو للأستاذ النبي أنا كتبه الأستاذ محمد في الأول أستاذ محمد راح لشيخ ساحر وقال المهم في النهاية بيقول لي أنا رحت ما كنتش أعرف أنه ساحر ودي المصيبة إنه راح للشيخ وبعد ما راح له عرف أنه ساحر لا حرج عليك يعني تعذر بأنك جهلت المسألة إنك معنسش أنه ساحر لكن المفروض تنصحه توعيه تحذر الناس منه أن يتهم الفاجر بفجره والساحر وبسحره والكافر لازم تحظر تقول لي محاجر رح لي فلان فلان كده بنت عملت لعليك قدام ربنا عز وجل وقال لا تعتقد فيه مرة أخرى ولا تذهب إليه أبدا وقضي الأمر وليس عليك شيئا إن شاء الله الأستاذة نادية راحت لشيخ قال لها دمس وخرم لها بدبوس برضو نفس الحالة العلونية لها أم محمد قال لها مس إيه دليلك يا شيخنا ما عنديش دليل يا إما معايج أني بقى بيلعب بيهم ويكذب على الشيخ وعليها يا إما المهم إيه إيه علاجنا حتى لو عليها مس من قال لك أن العلاج الشرعي بالدبابيس والخرام والكلام ده جات لحالة والله يا حسب يالله نعني أكيد عملت عملت عملتين في صباح الصغير لأن الشيخ مسك الإبرة وعمال يضرب 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 يطلع 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 وهي عندها حالة نفسية في الحقيقة يعني أنا شخصت المسألة بحالة نفسية لازم تعرض على طبيع يعني تروح 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 ربما يقطع أسبوعي فهذا كلام فارغ حتى لو افترضنا أنها مس يخرج بالقرآن والعلاجات الشرعية التي فيها نص صحيح من القرآن ونص صريح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم عزيزي السلام أم بشار أم بشار تقول أول يوم العيد وابنها اللي ترمى في الأرض وفتح كده وقال شفت مطوات وقال له مش هسيبك والكلام ده هناك احتمالين حوال الوقت خلاص انتهى مبشار ممكن احنا هناخد رقم بتاعك من كنترول نخلي الشيخ إبراهيم يكلمك حرش تابعوا معنا يمكن الحلقة اللي جاية أو اللي بعدها احنا هنعلن عن سلسلة من الحلقات يا شيخ إبراهيم مع بعض والتكاملين معاك إن شاء الله نعمل إن شاء الله أربع حلقات أو طبعا حلقات مع بعض وراء بعض هنبدأ نستقبل الاتصالات بتاعتكم فيها نبدأ نعرض على عالم الجن وبنعتزل عن عدم الرد على اتصالات الكتيرة ودي يمكن فيه كان فيه تصالات بكم هائل الحمد لله احنا ان شاء الله هنعلن الحلقة اللي جاية عن المعات بتاع الحلقات بتاعيتنا مع بعض مشاهدين الكرام اشكركم واشكر ديفي الشيخ إبراهيم مدعي الاسلام والراك الشب اشكرا شكرا وإلى اللقاء